هذا وتتزامن هذه الاحتجاجات مع ذكرى الثورة التي سرقها نظام الولي الفقيه من شعبه عام 1979 والتي تعتبر في نظر كثيرين فرصة لاستذكاري 13 شهرا من الثورة المستمرة للشعب ضد حكم الشاه في عام 1979 واملا للعمل في الحاضر للوصول الى النتيجة نفسها الرقعة الجيوسياسية للضفة الشرقية من الخليج العربي رقعة تاريخها ثوري وشعبها متأثر جدا بوعورة تلك المنطقة وهذا من عكس على سمات الفرد الايراني اجتماعيا وثقافيا وسياسيا وما ثورة الشعب المضطهد عام 1979 الا دليلا على تلك الوعورة فقد كان انتزاع ملك من جذوره نتيجة حتمية لفوران وغليان شعبي استمر لعدة سنوات بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية انذاك ليجد الحراك في خلد المواطن الايراني بيئة خصبة تتوافق مع طبيعته الثورية واليوم وفي ذكرى تلك الاحداث الثورة الايرانية التي اندلعت لاسقاط النظام الحاكم في ايران عام 1979 لم يغب هذا المشهد عن ذاكرة اي متابع للشأن الايراني انذاك انه الشاهد الاول على من اغتصب ثورة الشعب وركب موجتها بكل بجاحة في استغلال للفوضى والحراك الذي يشهده الشارع الايراني بهدف ان تكون ثورة الشعب هي ثورة فرد واحد يسرقها باسم الدين ولاجل التوسع لم يخرج الشعب الايراني على نظام الشاه ليدخل في غيبوبة نظام الخميني لم يخرج عن صمته ليكون كمن استجار من الرمضاء بالنار كان الطموح والامل غامرا في نجاح الثورة والتخلص من اغلال الاضطهاد الاقتصادي وربما السياسي الا ان نظام الولي الفقيه لم يترك املا في اي هامش من الحرية الاقتصادية والدينية والثقافية للشعب فهو النظام الذي ما انحكم واحكم قبضته على مفاصل الدولة حتى بدأ سلسلة القمع والتهميش والمركزية المطلقة لقرارات الدولة بيد مرشدها الاعلى الذي ادخل البلاد والعبادة في دوامة من الظلم لا يخرج من احداها الا تربصت به اخرى على مدى العقود الماضية نهيك عن انتهاكات لحقوق الشعب والاقليات والاعراق المختلفة تلك السنوات العجاف التي عاشها شعب ايران منذ ثورته وحتى يومنا هذا وتلك السياسات التخريبية والهدامة التي انتهجها نظام الولي الفقيه فيما يسمى بتصدير الثورة جعلت من التاريخ المعاصر لايران تاريخا دمويا واجراميا على الصعيدين المحلي والدولي فما قام به سماسرة الارهاب الايراني من تدخلات سافرة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة من خلال دعم الميليشيات الارهابية وافتعال الازمات والثورات المزعومة جاءت كلها بتوجيهات المرشد الاعلى وما يشهد الشارع الايراني اليوم من انتفاضة شعبية عارمة قسمت ظهر الدولة وهزت عرش ولاية الفقيه وهيبته المزعومة تؤكد الرفض الشعبي لنظام الولي الفقيه وسياساته التخريبية في المنطقة وانتهاكاته لحقوق شعبه على مدى أربعين عاما ان ثورة عام 1979 التي انقلب عليها نظام الولي الفقيه عاشت وعانت مخاضا دام أكثر من عام من الاحتجاجات والانتفاضات المتكررة تهدأ تارة وتشتعل تارة حتى أطيح بحكم ضرب بجذوره في عمق الدولة الفارسية لعل ما يحدث اليوم من انتفاضة شعبية عارمة غصت بها البلاد على مدى أكثر من خمسة أسابيع تعيد إلى الأذهان السيناريو نفسه واللاعبين أنفسهم والأوضاع نفسها مع اختلاف الأدوار وأمل شعبي صاخب أن تكون النتيجة نفسها ترجمة نانسي قنقر